بس عارفك بطريق انت انت بقى لعيب كبير هانتكلم معنا بس انت بقى لعيب كبير لعيب دولي كبير ومدرب كبير الفكرة في ايه لما بنقول انه الدنيا سهلة وايه سهلة طبعا سهلة بس برضو المهم ده ما يتصدرش للعيبة والجهاز الفني يعني انت برضو لو لعبت اسيوبيا وانت مش مكتهد وبتعمل اقصى حاجة عندك هتخسر لو ما لعبت السيرليون وانت مكتهد وبتلعب اقصى مع عندك هتخسر اصلا انت بتتعامل مع لعيبة برضو كبير يا كريم ما بتتعاملش مع لعيبة صغيرة انت بتتعامل مع محمد صلاح اللي النهاردة معموله مسور ستوري حلو عامي الناس عالمي شوفوا يا جماعة محمد صلاح الناس برة بتتعامل معاه ازاي في بلد افريقية بتغنيله وبترقصله كأنه رئيس جمهورية ماشي واحنا هنا لا محمد صلاح وحش لا محمد صلاح ما ينفعش لا محمد صلاح بلعف مع ليفربول ما بلعبش لا لا ده فلان بتعلقالي او الزمالك ده احسن من صبح بمية مرة ده كارسا هذا الفيديو يعني يعني لما يبقى الناس دي بتعمل كده مع ابن بلدك ده انا بغاية السعادة لما تعمل كده للكابتن حسام حسن هبقى بغاية السعادة عارف يا كريم كان نفسي الكابتن حسام النهاردة يطلع ممسوط يا بستمتع يتكلم فني بس صح انا عندي مثلا ايه انا النهاردة عملت ايه الشوتي الاولاني مكناش في احسن حالة عندنا افضل من كده الشوتي التاني عدلنا سحبنا فلان حطينا زيزو كذا حطينا محمد صلاح كذا عملنا الفكر اللي انت عملته في الملعب وما تطرقش للامور اللي هي ممكن تخلي الناس تزعل مني اقولك حاجة لذيذة اوي كان الكابتن حسام حسن انا اتفل معاك طبعا انه يتكلم فني بس بس ايه في الاخر طول ايه وبشكر كل الناس اللي بتدعم منتخم مصر وبتدعمنا اتكلم بقى الناس اللي بتدعم يعني شاور عليهم عشان يكتروا يعني انت لما بتشاور علي مثلا ايه ده كابتن طارق وكابتن احمد وكابتن محمود وكابتن الناس دي بتدعم بتلاقي كريم بقى ايه تماما انا نعموا كمان ده كابتن شويت بيشكرهم فانا روح معاهم لكن انت لما بتشاور علي الناس القليلة جدا اللي مجنيني انهم قليلين جدا لو افترض انهم موجودين انا مش شفتهم ما شفتهم مش بعيني ولا سمعتهم وتشاور عليهم وتقعد تتكلم معاهم طيب الناس اللي عمها تدعمها وتدعم المنتخل ويقع على فكرة لا شكرا على واجب واحنا لازم ندعم المنتخل